ايه اسباب الرؤوس اللي بتطلع في الانف وازاي نعالجها؟ اول سبب وجود شعر على جلد الانف لو حد جاب عدسة مكبرة وبص على منطقة الانف هيشوف شعر في المنطقة دي الشعر ده بدون تكبير وللعين المجردة هيبان كأنه نقط صودة وده بيخلي ناس كتير تستخدم الكريمات ولكن ما تلاقيش نتيجة في رؤوس الانف لان اكيد الكريمات مش هتعمل اي حاجة في شعر موجود على الانف النوع ده من رؤوس الانف بنعالجه بحاجة اسمها الناسل ستريبس عب الاصيقات دي انها ممكن تحسس الجلد او ممكن تعمل الالتهابات واستخدموا بعدها كريم مرتب علشان يقلل الالتهاب اللي ممكن يحصل فحاولوا ما تستخدموهاش كتير يعني ممكن مرة لمرتين في الشهر العلاج ده ممكن تعمله لو الشعر عندك خفيف ولونه بهت ولكن لو الشعر عندك سميك ولونه غامق ففي الحالة دي ممكن تعامله معاملة الشعر في اي حتة في الجسم وتعمله لازر هير ريدوكشن تاني سبب لرؤوس الانفة هو تجمع للخلايا والدهون جوه المسام ودي بالتجبير بنلاقي نقط لونها اصفر فيه ناس بتعمل لها جلسات تنظيف البشرة علشان تشيلها ولكن بما ان الدهون والخلايا دي بتتكون بسرعة فنتاج الجلسات دي مش هستمر كتير وبالتالي العلاج هنا افضل يكون حاجة تعرف تستمر عليها مش زي الجلسات اللي هتعملها كل فترة فممكن نستخدم حاجات في الروتين بتاعنا تقلل التراكمات دي واشهرهم مادة السلسيلك اسد ممكن تكون موجودة في صورة لوشن او سيرم يستخدم على الجلد او موجودة في اغلب الغسولات للبشرة الدهنية تاني حاجة ممكن تستخدموها هي مشتقات فيتامين اي زي الادابالين او الاكريتين او تستخدموا احماض الـ AHA ومهم تعرفوا ان السلسيلك اسد ومشتقات فيتامين اي مش مسموح بيها اثناء الحمل في العلاجات الموضعية دي جربوا تستخدموهم مرتين لتلات مرات في الاسبوع حاولوا ان انتوا تستخدموا حاجة منهم بس في الاول علشان ما يحصلش التهابات شديدة ولو دول مش جايبين نتيجة ممكن نستخدم الـ Aisotretinoin تحت اشراف طبي تالت سبب لرؤوس الانفة هي الرؤوس السودة وده بيبقى كمية اكبر من التراكمات جوه المسام فبيبقى نوع من حب الشباب وبالتالي بيستجيب لعلاجات حب الشباب وده بنعمل لها او استخراج بادوات طبية ما نصحش ان حد مش متخصص فيه هيحاول يعملها لنفسه في البيت لانه ممكن يعوّر نفسه ما استخراجها لازم نمشي على مشتقات فيتامين A او الـ Aisotic Acid او الـ Salicylic Acid او ايزو تتنون تحت اشراف طبي في ناس كتير بيبقى عندها اكتر من نوع من الرؤوس دي فلازم تعالجوهم كلهم عشان تاخدوا احسن نتيجة وكل العلاجات اللي بقول عليها في الفيديو هتكون موجودة في صندوق الوصف